اهتمام اعلامي غير مسبوق بالزيارة التاريخية لولي العهد الامير محمد بن سلمان للولايات المتحدة ولقائه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الابيض وكبار مسؤولي ادارته الزيارة احتلت جزءا كبيرا في تغطيات كبريات الصحف ووسائل الاعلام الامريكية وخصوصا انها الزيارة الاولى للامير محمد بن سلمان منذ ان اصبح وليا للعهد فقد حرست القنوات الرئيسية مثل سي ان ان و سي بي اس و اي بي سي و فوكس نيوز على البث المباشر للقاء ولي العهد والرئيس الامريكي مع تحليلات مفادها ان الزيارة تأكيد على قوة العلاقات بين البلدين وعلى افق واعدة لزيادة التعاون في مختلف المجالات كما حظي لقاء الامير محمد بن سلمان لشبكة سي بي اس نيوز قبل مغادرته المملكة باصداء واسعة في وسائل الاعلام الامريكية والدولية والتي تناقلت مقتطفات من اللقاء خاصة فيما يتعلق بالقضايا المهمة مثل التهديدات الايرانية والوضع في اليمن ومكافحة الارهاب العديد من الصحف الامريكية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وولستري جورنال سلطت الضوء على الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يقوم بها الامير محمد بن سلمان والتي شرعت المملكة في تطبيقها وسائل الاعلام الامريكية حرست ايضا على اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين السعوديين المرافقين لولي العهد حيث اجرت قناة فوكس نيوز حوارا مع وزير الخارجية عادل الجبير وخلال الحوار اكد الجبير ان هناك علاقات شخصية قوية تجمع الرئيس الامريكية دونالد ترامب بخدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واشدد على انه يوجد توافق فرؤة بين المملكة وامريكا بشأن العديد من القضايا الرئيس ترامب لديه علاقة شخصية قوية جدا مع سيدي خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خاصة وان هناك توافق في الرؤى بين المملكة وامريكا بشأن عدد من القضايا ونعمل سويا على ايجاد حل سلمي من اجل يمن موحد دون وجود ايران او ميليشياتها والمشهد يؤكد الاصداء الايجابية العالمية الواسعة للزيارة لما لها من اهمية كبيرة وانعكسات على السلم والامن الاقليمي والدولي لبرنامج هنا رياض ياسر نجم